اشتركوا في القناة اذا لنبدأ بأقرأ وأفهم نص الانتلاقاتنا بعنوان الكاريكاتورو اذا لنقرأ هذا النص ونجيب عن الأسئلة المرافقة له اذا يعتبر الكاريكاتورو أو الرسم الساخر من الأعمال الثقافية المتكاملة التي تجمع جمعا فريدا بين الفن والثقافة والترفيه والعمل الكاريكاتوري لا يمكنه أن يعبر تعبيرا حقيقيا إلا إذا راع فيه الرسامون والرسامات اختيار الموضوع الجدي والشكل الجذابي والتعليق الساخر تحقيقا لمتعة القارئ وإذا كان أبو الكاريكاتور هو الرسام الإنجليزي ويليام هوغارت فإن أبرز الرسامين العربي في هذا الفن هو الفنان الفلسطيني ناجي العلي الذي سخر حياته وريشته كلتيهما مدافعا عن قضية بلده فلسطين ها قد مرت عقود من السنين على اغتيال ناجي العلي المشهور بحنضلة شخصية التي ابتكرها وارتبطت به ارتباطا وثيقا حتى غدا يدعى باسمها وحنضلة هو ذاك الطفل الفلسطيني الذي لم يكبر وما زال إلى يومنا هذا يشيح بوجهه عنه فلا نرى سوى قفاه ورب كاريكاتور بتعليق ساخر يحقق المتعة والفائدة أفضل من عشر مقالات إذن هذا واحد النص اللي كدولينا على الكاريكاتور أو فن الكاريكاتور هو واحد العمل ثقافي النص كيش صح لنا شنو الظور ديال هاد الكاريكاتور وعطانا أبرز الفنانين أو أبرز الرسامين هدر لنا على الفن الفلسطيني المعروف ناجي العلي لصخر الحياة دياله كاملة والريشة دياله باش يدافع على القضية الفلسطينية عبر رسم الكاريكاتور إذن ندوزوا للأسئلة المتعلقة بهذا النص السؤال الأول ما نوع النص وما مجاله إذن شنوه النوع ديال هاد النص هاد اللي قرينا وشنوه المجال دياله إذن كما كنلاحظوا النوع ديال النص هو مقال ومجاله هو فن الكاريكاتور إذن قلنا نوع النص هو مقال مجاله فن الكاريكاتور أحدد الكلمة الأولى والأخيرة في كل فقرة إذن نحدد الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة في كل فقرة أي بمعنى آخر سنقسم فقرات النص إذن لدينا الفقرة الأولى أول كلمة هي لاحظوا معي يعتبر آخر كلمة هي الترفيه الفقرة الموالية والتي هي الفقرة الثانية الكلمة الأولى هي والعمل والكلمة الأخيرة هي القارئ الفقرة الثالثة وإذا كان هي الكلمة الأولى إلى فلسطين هي الكلمة الأخيرة في هذه الفقرة الثالثة أما الفقرة الرابعة هاقد كلمة الأولى إلى قفاه والفقرة الخامسة والأخيرة عندنا الكلمة الأولى هي ورب إلى مقالات تنالتما الفقرة الأولى الكلمة الأولى هي يعتبر والكلمة الأخيرة والترفيه الفقرة الثانية الكلمة الأولى هي والعمل والكلمة الأخيرة هي القارئ فقرة الثالثة الكلمة الأولى هي إذا كان والكلمة الأخيرة هي فلسطين الفقرة الرابعة الكلمة الأولى هي هاقد والكلمة الأخيرة قفاه أما الفقرة الخامسة والأخيرة الكلمة الأولى فيها هي ورب الكلمة الأخيرة مقالات السؤال الثالث أذكر ما تتحدث عنه كل فقرة في جملة إذن هنا غد نحاول نذكر هذه الفقرات اللي قسمنا كل فقرة لا يشكد إذن بنسبة الفقرة الأولى الكاريكاتور عمل ثقافي متكامل إذن نحاول نعبر لكم على الفكرة دي كل فقرة في جملة واحدة الفقرة الأولى الكاريكاتور عمل ثقافي متكامل الفقرة الثانية مقاييس العمل الكاريكاتوري معبر فقرة الثالثة ناجي العلي فنان الكاريكاتور العرب الفقرة الرابعة حنضل رمز الطفولة الفلسطينية والفقرة الخامسة والأخيرة أهمية كاريكاتور في تحقيق المتعة والفائدة إذن قلنا الفقرة الأولى الكاريكاتور عمل ثقافي متكامل الفقرة الثانية مقاييس العمل الكاريكاتوري معبر الفقرة الثالثة ناجي العلي فنان الكاريكاتور العرب والفقرة الرابعة حنضرة رمز الطفولة الفلسطينية والفقرة الخامسة والأخيرة أهمية الكاريكاتور في تحقيق المتعة والفائدة السؤال الرابع أذكر ما تتحدث عنه ما الشروط التي يجب توفرها في الكاريكاتور ليعبر بصدق إذن في النص أعطينا الشروط ليجب توفرها في الكاريكاتور باش يتعبر أو باش يعبر بصدق إذن هي اختيار موضوع جاد والشكل الجذاب والتعليق الساحر قلنا اختيار الموضوع الجاد الشكل الجذاب والتعليق الساحر السؤال الخامس ما الذي يميز الكاريكاتور إذن الذي يميز الكاريكاتور أنه يجمع بين الفن والثقافة والترفيه قلنا الذي يميز الكاريكاتور أنه يجمع بين الفن والثقافة والترفيه السؤال السادس أعرف عفوا أعرف بناجي العلي إذن هنا يا غدين حاول أن أعرف بناجي العلي إذن ناجي العلي فنان فلسطيني سخر حياته وريشته مدافعا عن قضية بلده فلسطين عن طريق الكاريكاتور ابتكر شخصية حنطلة المشهورة إذن قلنا ناجي العلي فنان فلسطيني سخر حياته وريشته مدافعا عن قضية بلده فلسطين عن طريق الكاريكاتور ابتكر شخصية حنطلة المشهورة السؤال السابع من هو حنطلة إذن حنطلة شخصية كاريكاتورية تمثل الطفل الفلسطيني يقف مشيا أو مشيحا عفوا بوجهه ولا يرى منه إلا قفاه إذن هذه هي صورة الحنطلة قلنا حنطلة شخصية كاريكاتورية الفن مثلا تجمعوا هذه نذكر اسم الفاعل اسم المفعول والاسم المكان منها والمصدر إذن مثلا اسم الفاعل ديال الفن فنان اسم المفعول مفنون المصدر الفن واسم المكان المفن المفن إذن الفن اسم الفاعل فنان اسم المفعول مفنون المصدر الفن اسم المكان المفن إذن دابا ندوز الجدول إذن المطلب مننا هنا في هذا الجدول عندنا الكلمة سخرة تركيبها في جملة معنا الكلمة في كل جملة وغد نوضع علامة في المكان ديالها في النص كل معنى هنا مذكور في النص إذن سخرة السائس الفرس فانتقادت له إذن معنى سخرة هنا أي روض سخرة الله على الكافرين عذابا شديدا أي عذب سخرة هنا عذب سخرة حياته للدفاع عن وطنه سخرة هنا بمعنى أثناء إذن دابا رجع النص نحاول نشوفه هذا معنى الكلمات في النص إذن قلنا روض هنا سخرة بمعنى روض هنا المعنى الثاني في الجملة الثانية عذب كليمو كليمو دفع قضية فلسانية قد مرة تعقود المسيناسية المشهور الشخصية التي تبطش حتى غدا بإسمها حمد الله ذو وطف لدينا مكبر مسألة حمد الله حمد الله نقرأ النص أو عضع عالمة أما معناها الحقيقي في النص إذن المعنى ديالها الحقيقي في النص أي أفنى أفون أنا كنت تسحب ليا زيما مركز السؤال مزيني كنت تسحب ليا كل معنى في كل جملة زيما هاد المعنى بتلاشة تذكرها في النص أو العكس للك سيدي المعنى ديالها في النص بين روض عذب و أفنى عدين وضع إكس إذن المطلوبة إذن عدنا هنا الأفعال تجمع بات يعبر ابتكر مرة إذن كل فعل أسنده إلى ضمير مثلا وو الجماعة وصرفه إلى المضارع المجزوم بحال مثلا تجمع غادي نقول لم يجمع لم يجمع وهكذا إذن تجمع الفعل تجمع غادي نسنده إلى وو الجماعة وغادي نصرفه في المضارع المجزوم غادي نقول لم يجمع لم يجمع بات غادي نسنده للمخاطبة وغادي نصرفه للأمر المبني على حذف النوم غادي نقول أن تبيتي أن تبيتي يعبر غادي نسنده إلى الضل على الفعل وغادي نصرفه في الماضي المبني على السكون غادي نقول لا ننسى أو لا أنه يعبر عفو نستسمح لم لم يعتبر أو لم نعتبر نبتكر نبتكر أنه نبتكر أنه ننسى الأمر مبني على السكون نبتكر نبتكر الجملة 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 التالية نعت الرسم الساخر توكيد معنوي كلتيهما تمييز منصوب مقالات مضارع مجزوم لم يكبر السؤال الثالث أول مصدرا من أنوى الفعل في الجملة التالية أولى المصدر من أنوى الفعل أنوى الفعل هي أن يعبر المصدر هنا التعبير التعبير السؤال الرابع أذكر نوع كل جمعين وأبرر جوابي إذن نوع دي الرسامون جمع مذكر سالم الرسامات جمع مؤنة سالم الرسامين جمع مذكر سالم أعمال جمع تكسير سؤال خامس السخرج من النصي جملة إعرابها كالتالي إذا نريد أن نسخرج من النص جملة إعرابها هكذا أي جملة فيها فعل ماذ مفعول بها منصوب إلى آخر إذن سخر حياته وهو العطف المعطوف وريشته 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 عدنا كلتيهما توكيد منصوب بليا مدافعا وحال منصوبة جارو مجرور عدنا عن مضاف إليه ومضاف والهاء مضاف إليه بلده إذن سخر فعل ماذ الفاعل دمير المسلسر تقديره وحياته مفعول منصوب بالفتحة الضائرة وهو مضاف ومضاف إليه وريشته ووالعطف ومعطوف منصوب ووالعطف وريشته معطوف منصوب كلتيهما توكيد منصوب بليا لأنه مثلنا وهو مضاف وهو مضاف إليه مدافعا حال منصوب جارو مجرور أن بلده مضاف إليه وهو مضاف ولا مضاف إليه بعدين ندوز السؤال السادس أكمل بالهمزة المناسبة إذن أكمل بالهمزة المناسبة الهمزة المتوسطة إذن سألة قدين كتبوا الهمزة على الأليف سؤال قدين كتبوا الهمزة على الوا لأنه قبلها مضاف مسألة هنا سائل على الياء مسؤول على الوا وأس إلات على الياء إذن قال لنا فقط أننا نشكل الفقرة الأولى من النص إذن يعتبر الكاريكاتور أوي أوي الرسم الساخر من الأعمال ثقافي ثقافية ثقافية المتكاملة التي تجمع جمعا فريدا بين الفن والثقافة والترفيه والأعمال الكاريكاتوري لا يمكنه أن يعبر تعبيرا حقيقيا إلا إذا راع فيه الرسامون والرسامات اختيار الموضوع الجاذ والشكل الجذابي والتعليق الساخري تحقيقا لمتعة القارئ إذن يعتبر الكاريكاتور أو الرسم الساخر من الأعمال الثقافية المتكاملة التي تجمع جمعا فريدا بين الفن والثقافة والترفيه والعمل الكاريكاتوري لا يمكنه أن يعبر تعبيرا حقيقيا إلا إذا راع فيه الرسامون والرسامات اختيار الموضوع الجاذ والشكل الجذاب والتعليق الساخري تحقيقا لمتعة القارئ كنا نعتادر على هذا إذن أعزائي الكرام عزيزي الكريمة متابعي قناة إيقر الشدي كان هذا هو تقويم ودعم صفحة 237 238 من كتاب اللغة العربية كتابي في اللغة العربية للمستوى السادس من التعليم الابتدائي تمنى أنكم تكونوا استفتما في هذا الفيديو وهذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله اهدمتم في العيات الله ومع السلامة اشتركوا في القناة